موسيقى اه طيب ازاي ايكم عاملين ايه اه لمش عارفني بسرعة انا محمد سامير بشتغل لسيف اكس و كريتشور تي دي في شركة تريند الفيديو ده بخصوص حل مشاكل الانترسكشن اللي بتحصل في الانيميشن يعني لو حد مثلا بيشتعل على حاجة زي سيميليشن الكلوت او الفير سيميليشن فبيحصل مشكلة الكوليجن لما الجسم مثلا يدخل جوه بعضه فالهدوم كمان هي تدخل جوه بعض فايحصل مشكلة فحلت الموضوع ده يعني بتقول على الاهوديمي يعني اه يتكت زرار بس يعني توصل بس النهو ده كده الموضوع يشتغل عطول اه دي كنت منزلها من فترة على جامل ويعني واخدى البيست سيلر دلوقتي وجالي عليها كذا في البيت كويس فعشان كده يعني حبيت ان انا نزل الفيديو ده عشان ممكن يعني تسهل على ناس كتير وفعلا في ناس كتير حلت المشكلة بها يعني بس خليونا نشوف كده مع بعض ده طيب اه دلوقتي كل ده مترسكشن موجود موجود يحتاج ب diyorum ان انا ممكن اشتغل على جنوب معين ان انا ممن محتاج هي اصلا بتشتغل على فاللو عندي حاجة مثلا زي الصوابع التنوع فالمسافات هنا قريبة من بعض فانا مش حيز previously مش حيز اشيل حاجة من الاجزائه فعايز مثلا ما اشتغل على جزء معين فحياجي هنا ااخذ الجروب اللي انا محتاجه لو مثلا عاجز اشتغل على الجزء ده بس طيب اول حاجة في هي الفوكسل سايز لانها بتشتغل اه على الفي دي بي مع الديستنس فده ممكن نسيبه ده فبنت يعني زي ما هو ما فيش مشكلة طيب بعد كده في اللي هو انت عايز تشيل اه لحد فين يعني عايز تبعد قوي ولا تفضل مثلا في حتة قريبا من الاماكن اللي دخل جواه بعضه وكده اه بعد كده اللي هو انت عايز تشيل قد ايه بقى يعني لو عملنا كده مثلا بص تبدأ تشيل على طريق بصين طبعا مسافة كبيرة شوية يعني مثلا الحاجات دي بقى طورت تتزبط كده على حسب الجروب بتاعي ممكن تشتغل على كزا جروب يعني كل جروب لوحده مثلا ممكن تنزل كزا مرة وتشتغل على كل جروب لوحده وعادي مفيش مشكلة يعني بس كده خلاص اتحلت يعني اه اي كده خلاص يعني اه بتاكة دي كده خلاصت ممكن نقفل الفيديو على كده طيب بعد كده في ودي بتشتغل على جواردو الجزء اللي انا عزبطته بس مش هشتغل على الجوامتري كله فاول حاجة بيبقى فيه زي للجزء اللي انا اشتغلت عليه ده بس وبعد كده يقام لعادية يعني اكتر الوقت بفضل لاستخدم الدلتا ماشي يعني بس ودي بتاعتها بس وكده فعلا الموضوع هتحل في تاكة زراف اه ودي ميزة التول يعني مش هحتاج ان انا ارجع الورى مسلا اعدل في الانيميشن وبعد كده تاني وبعد كده ابدأ شغل لأول موضوع ممكن تحلو على عوديني فعلا بتاكة زراف وبس كده اه ده كل الموضوع يعني اه بس اه لو حد مسلا عنده مشكلة تانية بتتكرر مع ناس كتير ممكن يبعات لي نحاول نعمل او نحاول نشوف لها حل مع بعض بطريقة اه سهلة وبسيطة ممكن نعمل ده يعني ان فيش اي مشكلة ويا بس اشوفكم في فيديو جاي سلام